الحاصلات الزراعية كانت معظم صدراتنا في البرتوان الفترة الأخيرة كانت موجهة للصين وكانت تأخذ أعلى مستوى وكانت أفضل أسعار بتباع هو البرتوان المصري موجود هناك ده أكبر دليل المنتج المصري قادر على المنافسة في معظم القطاعات سواء في الاتحاد الأوروبي موجود بصورة قوية موجود في الاتحاد الأمريكية موجود في الصين اللي احنا بعتبرها أكبر دولة بتصدى لمعظم دول العالم نعم بس فيه منتجات مش حلوة فيه منتجات فيه فيه ناس بتنفسنا وفيه بعض المنتجات كده ممكن نذكرها أنا متفق مع حضرتك تماما بصحك ما فيش دولة في العالم هتقدر تتميز في كل شيء احنا عندنا او منتجات محتاجة تبقى جودتها أفضل من الوقت الحالي بكتير احنا منتج المصري هو بس فيه المنتج مصري قوي لكن في الفينش موضوع الفينش لا البرتوان تجاه من دولة اكس معينة كواليتي أقل جد مننا بكتير جدنا لكن الفينش والشكل العرض بتاعه بدي حق للمستهلك ان ده أفضل منتج المصري معنى بالعكس منتج المصري جودة أعلى بكتير جدا جدا واللي بياخدنا ده في الطريق تاني ان احنا محتاجين حاجة دايما نتكلم عنها بليه اكتر مرة ثقافة السلعية احنا زمان كنا بنشتري سلعة نشتري مثلا وماش نوعية معينة ودور على بعد كده المركات او الاسماء والمسميات احنا وقت نشاري منتج يعني فارق كبير جدا من سلعة والمنتج ده اللابس اللي حاصل بالناس كتير هما كانت زمان في مصر بصفة عامة الست مصري عفوا كانت 10 مليون بكتير جدا هتروح شير الخماش نبسط على الخامة بتاعته الكواليد تحت الخامة اغبارها ايه دلوقتي احنا نبسط على الشكل العام فينش بتاعه شكله كويس بتقول لا ده منتج كويس هاته بس فيه اختلاف الخامة نفسها او فيه اختلاف في كل منتج احنا بالضبط دي المواصفات سلعة انا اقول السلعة الفولانية المج ده مواصفات الصحية 1-2-3-4 يبقى لما رح اشتري ابص على المواصفة طلعه بسيط على المواصفة بتاعتي هقدر اشتري منتج بكواليدة عالية بجودة عالية وده هتدي ميزة للمنتج المصري معظم منتجات لأسف الغاز والسوق المصري منتجات رخيصة بيلعب على السعر هو بيشوف الحاجة المصرية سعرها اكس بيروح عامل لها مينوس ومنزلها في سوق المصري تاني وفي الاخر هو منتج هات الحاجة الفولانية بعشرة جنيلة لا طب فيه منتج سينيا او مكان اخر بسبعة جنيه خلاص اخذ المنتج بسبعة جنيه رغم الكواليدة عشر افضل بكتير جدا جدا ما هي فكرة ان احنا نلفت انتباه المواطن مصري ازاي اخترع السلعة صح ازاي بص على الكواليدة بتاعت المنتج بتاعه ثقافة مواطن بالزبط ولكن المنتج نفسه هل هو قادر على المنافسة يعني هنا جاله منتج سعر رخيص في المقابل المنتج الوطني اذا حضرتك ايتني في الكلام ممكن يكون جودة عالية ولكن السعر ليش رخيص هنا الفرق انا ما حضرتك تمام هو بصحك في ظل المنافسة ما هو السوق كده انا منتج بتاع مصري كواليدة عالية سعر غالي شوية منتج المستورة سعره اقل يبقى انا كمنتج مصري ازاي ابحث ازاي قل تكلف الانتاج اللي عندي ازاي قل بحيث اقدم منتج للمواطن او للمستهلك بسعر مقارب على الاقل سعر البديل المستورة هل يقدر يا دكتور هل يقدر المصنع او التاجر من يقدر ينافس منتج ويقلل السعر همك اشياء كثيرة انا ما حضرتك انا متفق مع حضرتك تماما ودائم كن الفترة الاخيرة اللي بدأت تظهر في الموادرات بتاعة البنك المركزي اللي قد يعني هو اللي وخد نقطع الصناعة على سبيل المثال تكلف تشغيل عندنا عالية تكلف الاقتراض عندنا عالية وبالتالي لما نزل للموادرة الجديدة بتاعة البنك المركزي في 2016 قالك لا المنتج المصري بعد اذنك حضرك عندك مصنع تعال اخذ القرض اللي انت محتاجه لماكينات او رأس ما العامل بخمسة في المية متناقصة ماذا دعم للمنتج المصري في الاخير بالتالي هي بقى قادرة على المنافسة هو كان بينافس منتج الفايدة في بلاده أقل من الفايدة في مصر لا النهاردة أنا قدمت لك تسهيل تاني تفضل قد منتج لغاية قد القرض اللي حدك مشتغل محتاجه كمصير في تشغيل او كخامات او الاخير مقارب بسعر الاقراض في البلاد الأجنبية وبالتالي هو اداله ميزة تنفسية ان يقدر يقلل استكلفة عنده ويقدر يقلل السعر يقدر ينافس في المنتج المستورد الحاجة الثانية برضو اللي شايفها فرصة كويسة جدا جدا للمنتج المصري وان كان فيها دروباك من ناحية الثانية ارتفاع قيمة الدولار وصد الجنيه ما خلت المنتج المستورد تسعر غالي النهاردة فهداني فرصة ان هنا يبيع منتج مصري بسعر كويس بكوالية كويسة واده نفس المنتج المستورد اللي جالي منبرة بسعر الخيس النهاردة فيه منتجات مصرية كتري جدا جدا ما كنتشو يقدر حقا في سؤال مصري بعد ارتفاع سعر الدولار سعر صرف الدولار وصد الجنيه اصبحت يا رخم واحد النهاردة في مصر اعزوا لحضرتك في مجال انا ممكن ملمسوا الفترة الاخيرة في مجال مصنوات الطبية في المصانع المصرية في احد القطاعات مش قادرة تكفل انتاج الطلب عليه في السوق المصري كان الاول بيشتغل وردية وورديتين بالعافية وبقى الواقف النهاردة مش قادر يغطي السوق المصري لنتيجة ان سعر المنتج بتاعه اصبح افضل من سعر المنتج المستورد من الصين بالتحديد كمان